أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة ترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفظه الله ورعاه اليوم جلسة لمجلس السياسات الوطني ناقشت مستجدات أزمة وباء كورونا والإجراءات المتخذة للتعامل معها أكد سمو ولي العهد أهمية التنسيق الدائم بين مختلف الجهات والأطراف المعنية حول القرارات والإجراءات المتخذة والحرص على عدم الإعلان عن أي قرارات إلا بعد إقرارها بشكل رسمي تفاديا لأي إرباك كما أكد سموه ضرورة التوسع بإجراء الفحوصات العشوائية للكشف عن فيروس كورونا بالتزامن مع إعادة العمل التدريجي في مختلف الكطاعات باعتبارها الوسيلة الأنجع للكشف عن الحالة الوبائية والسيطرة على أي حالات قد يتم اكتشافها عقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ناقش خلالها آلية استئناف الأعمال التي تعطلت بسبب وباء كورونا وسبل دعم الكطاعات التي تضررت خلال الشهور الماضية وخلال الجلسة قدمت معالي وزيرة السياحة والأثار حزمة من التوصيات والمكترحات بهدف التخفيف من الأضرار التي لحقت بالكطاع السياحي تتضمن آلية لدعم التسهيلات وتأمين السيولة لهذا الكطاع ومعالجة الضرر الواقع على العاملين فيه كما تضمنت المكترحات والتوصيات أيضا التجهيزات المطلوبة لاستعادة السياحة الداخلية لنشاطها تدريجيا وسيتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بهذا الخصوص الأسبوع المقبل وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بها كما طلع مجلس الوزراء على تقرير عمل لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي التي توقف عملها مع بداية أزمة وباء كورونا لمدة شهر تقريبا وأكد التقرير أن اللجنة استأنفت عملها عبر تقنية الاتصال المرئي منذ تاريخ 27 أربعة 2020 وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع خصوصا المتوقع لها أن تكون ذات أثر إيجابي للحد من آثار جائحة كورونا بالإضافة إلى المشاريع التي تدفع من خلالها رواتب بعض العاملين في مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية وستقوم لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي بنشر خبر مفصل بعد هذا الإيجاز توضح من خلاله آلية استمرار تقديم الطلبات وردتنا استفسارات عديدة حول مواعيد فتح بعض الكطاعات والمنشآت والمرافق العامة والمساجد والكنائس ودور الحضانة وغيرها وأشير هنا إلى أن معالي وزير الصحة قدم اليوم لمجلس الوزراء توصيات باسم اللجنة الوطنية للأوبئة بهذا الشأن تتضمن البدء بفتح هذه الكطاعات تدريجيا وبمواعيد مختلفة ووفق إجراءات وقائية تضمن السلامة العامة وهذه التوصيات قيد الدراسة والنقاش وسنعلن عنها بصيغة قرارات في الوقت القريب إن شاء الله في إطار مراجعة الحكومة للإجراءات والتدابير المتخذة لتنظيم شؤون الدراسة الجامعية خلال أزمة وباء كورونا أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعديلا على أمر الدفاع رقم سبعة لسنة 2020 بحيث تعتمد نتيجة ناجح راسب للمواد الدراسية التي تجرى امتحاناتها أثناء العمل بقانون الدفاع لتخصص الطب البشري للسنوات الدراسية الرابعة والخامسة والسادسة وتخصص طب الأسنان للسنتين الرابعة والخامسة دون موافقة الطالب على ألا تدخل نتائج تلك الامتحانات في حساب المعدل التراكمي للطالب وقد تم نشر هذا التعديل اليوم في الجريدة الرسمية كما أصدر رئيس الوزراء بلاغا يؤكد مباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكمي أعمالها اعتبارا من تاريخ 31-05-2020 ويستكمل سريان جميع المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم خمسة لسنة 2020 مع التأكيد على أن دوام موظفي القطاع العام يستمر كما هو مخططا له وفق الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسسات الحكومية والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية نؤكد أيضا على قرار حظر التجول الشامل ليوم الجمعة المقبل الموافق 29-05-2020 كالمعتاد وبنفس الآلية التي تم تطبيقها سابقا سيتم بموجب هذا الحظر منح استثناءات لوسائل الإعلام التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار خلال فترة حظر التجول وستقوم هيئة الإعلام بنشر خبر مفصل توضح فيه آلية التقديم لممثلية وسائل الإعلام وكذلك آلية منح الاستثناءات نتابع أيها الأخوة المواطنون باهتمام النقاش العام المستمر لديكم وعبر وسائل الإعلام وما يتضمنه من تساؤلات لدى البعض حول الأسس التي تحكم عملية السماح بفتح كطاعات والاستمرار بإغلاق الأخرى والاستمرار في تطبيق إجراءات الحظر كما نتابع أيضا التساؤلات التي تحمل مقارنات مع إجراءات دول أخرى ونولي جل الاهتمام للاستفسارات حول موعد فتح المساجد والكنائس والمطالبات بفتح دور الحضانة والمؤسسات التعليمية والأندية الرياضية وكذلك المطاعم والمقاهي وغيرها من المشاءات وأود أن أؤكد هنا أن الحكومة وجميع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة تستند إلى منهجية للتوصل إلى قرارات قادرة على حماية صحة المواطنين وإدارة الكطاعات الحيوية فمنذ اليوم الأول لتعاملنا مع هذه الجائحة استندنا إلى خارطة طريق تندرج بحسبها في الإجراءات من مستوى الإغلاق الشامل إلى الانفتاح الكامل ونتابع باستمرار إجراءات الدول الأخرى للاستفادة من الإيجابيات وتفادي الأخطاء واليوم باتت خارطة الطريق للتعامل مع الوباء مستندة إلى مصفوفة متكاملة من الإجراءات المتدرجة والمعايير التي تحكم مستوى التعامل مع هذا الوباء وهذه المصفوفة تم تطويرها بالاعتماد على دراسات ونماذج عالمية لإدارة أزمة كورونا مع مراعاة السياق الأردني وخصوصيته وهي مبنية على أسس علمية ومدخلات اقتصادية واجتماعية وصحية إن مصفوفة إجراءات التعامل مع هذا الوباء هي التي تحكم فتح الكطاعات وعودتها وإغلاقها أيضا في حال ذعت الحالة الوبائية للعودة للإغلاقات مرة أخرى وهي تتضمن طيفا من الإجراءات يتم اعتمادها بمرونة وبما يواكب تغير الحالة الوبائية تحسنا أو تراجعا وتتضمن المصفوفة خمس مراحل متدرجة من إجراءات التعامل مع هذه الأزمة وفتح الكطاعات وإعادة التشغيل وتتوزع الإجراءات على خمسة مستويات تتراوح ما بين الإغلاق الشامل والفتح الكامل للكطاعات ويعتمد الانتقال المتدرج بين هذه المراحل على مؤشرات مرتبطة بالحالة الوبائية الوطنية وعلى مستوى المحافظة ومعايير صحية أخرى بالإضافة إلى خصوصية بعض الكطاعات ونشاطاتها وقد تم تصنيف النشاطات بالنظر إلى أهميتها وأولويتها في العودة للعمل ضمن المجموعات التالية المجموعة الأولى وتشمل النشاطات الاقتصادية الأساسية لإدامة الحياة والمجموعة الثانية وتشمل النشاطات المهمة لكن يمكن وقفها بشكل مؤقت ومطول نسبيا والمجموعة الثالثة وهي نشاطات ذات طبيعة اجتماعية حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعا من شر هذا الوباء نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم أسعد الله مساءكم بكل الخير سجل في المملكة هذا اليوم حالتي إصابة بفايروس كورونا وهي حالة لسائق أردني على حدود العمري أما الحالة الثانية فهي لطفلة عمرها سنة ونصف موجودة مع والدها ووالدتها في المستشفى مستشفى الأمير حمزي حيث أدخل والدها البارحة وتم فحصها اليوم للمرة الثانية وثبت إصابتها وهي في حالة جيدة كذلك سجل في المملكة سبع حالات شفاء وبالتالي يرتفع عدد حالات الشفاء إلى 486 حالة أما العدد التراكمي الكل للإصابات فهو 720 حالة منذ بدء الجائحة كذلك تم عمل حوالي 3000 فحص مخبري اليوم في جميع مناطق المملكة وسوف تعود الفرق الطبية إلى الزيادة في أخذ العينات بعد مرور فترة عيد الفطر السعيد أريد هنا أن أؤكد بأنه يتم تداول الكثير من المعلومات الخاطئة والمربكة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل مسمى علمي وهي بعيدة كل البعد عن أي محتوى علمي مثل اكتشاف علاج في إحدى الدول وهو ناجع وتلك الدولة توفي فيها البارحة 29 شخص من هذا المرض أو بأن اكتشاف بأنه هذا ليس فيروس هو عبارة عن بكتيريا وهو تخثر في الدم وهذا كلام مغلوط مئة بالمئة ولم يصدر عن أي مصدر طبي عالمي بل شكك البعض في وجود الفيروس كليا بأنه لا يوجد فيروس وهذا كلام مغلوط كمن يقول بأن الأرض مسطحة وليست كروية الفيروس موجود وتم تحليل الفيروس عالميا ونعرف تركيبته الجينية بل تم تحليل الفيروس الموجود في الأردن ونعرف تركيبته والأنواع الموجودة في الأردن وبعض الأقاويل مثل أن اللقاح سيحتوي على النانو تكنولوجي للسيطرة على عقولنا أو غيره يعني أن هذا يستخف بعقول الأردنيين ويربك المشهد الطبي لذلك أرجو من الجميع عدم تداول هذه الأخبار الغير دقيقة وغير صحيحة نهائيا كذلك أن هذه الأقاويل تسلبنا تضحيتنا نحن ضحينا ثلاثة شهر قعدنا في بيوتنا من شان هيك أرقامنا قليلة تضحيتنا وعملنا معا هو اللي خلى أرقامنا بمجموعة 720 حالة أقل بكثير مما يسجل في أي دولة في العالم في يوم واحد والوفيات كما ترونها على شاشات التلفاز بالآلاف لذلك لربما البعض يقول لا يوجد فيروس نعم بالنسبة لنا العدد قليل لكن الفيروس هو وباء خطير ويفتك بالعالم كما ترون والتقارير اقرأوها من منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية العالمية الفيروس خطير والمرض خطير لذلك يجب أن لا ننسى بأننا دائما في خطر وبأن التباعد الجسدي واستخدام الكمامة وغسل اليدين والأمور الأخرى وعدم الإختلاط والاقتراب من التجمعات هو ما يحمينا ويحمي الوطن أما بالنسبة لتوصيات لجنة الأوبئة وهي اللجنة التي أجل وشاركتنا ومنذ اليوم الأول جهدنا وجميعهم أخصائيين كبار في علم الوبائيات وأساتذة جامعات ذو سمعة محلية وعالمية وإقليمية كبرى فنعمل معهم يدا بيد ليلة نهار توصياتهم تدرس وحتى تصل هذه التوصيات إلى تنفيذ فإنها بحاجة تمر إلى بعدة مراحل منها تطبيق المعايير الصحية التي تحمل مواطنين وإمكانية تنفيذها وطريقة وآلية تنفيذها تضع أمام أصحاب القرار ويتم اتخاذ القرار بعد استفاء التوصيات الشروط التي تحمينا وتحمل مواطنين جميعا وبالتالي هذا عمل مؤسسي متكامل نقوم به جميعا يدا بيد لحماية الوطن حماكم الله وحمى الوطن وحمى قيادته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته